اشتركوا في القناة الى جيل في كبرياء وفي شموخ الاخذ بالثقر عقيدة القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية دايما منسبش طرنة وناخد طرنة في اسرع وقت العملية الغادرة التي تمت امس او فجر امس مع تجبرات العيد اخذنا بطرنة في نفس اليوم من الارهابيين المجرمين او الايه الذين لا يدينين باي دين والذين يتمسحون بالدين والدين منهم براءة تحية اعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة المصرية وللشرطة المدنية ولروح الشهداء ولروح الشهيد عمر القاضي ورفاقه اللي بنحتسبهم شهداء اندى الله عز وجل هنتكلم النهاردة حلقة نوضح فيها كثير من الامر في هذه العملية الارهابية وغيرها من الاستهداف الموجه المخطط ضد مصر الحبيبة ولكن العيون الصهرانة على راحة هذا الوطن وامن هذا الوطن بتقف بالمرصاد برحب بضيفي الكريم في هذا اللقاء سادة الواء اركان حرب عادل العمدة المستشار باكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أهلا بك فامي أهلا بك سيد خالد وأهلا بك سيد المشاهدين وأهلا بالزمل المحترمين في الستوديو والمشاهد الكريم طبعا وكل سنة ومصر كلها بخير وطيبة ودائما يعني رفع رأسنا ورفع هامتنا انتلقا من عقيدة قوية وسبتة ورسخة في الأزهان النصر أو الشهادة صحيح النصر أو الشهادة هاخذ على طول مع حضرتك وأقول الأغذب السقر ويمكن القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدها في أكتر من موقف احنا مش نسيب حق أولادنا والعمل أي حاجة ضد مصر هيتحاسب واعتقد أن الإفلاس بدأ يطل يعني ويظهر من خلال قلة العملات الإرهابية التي تتم من القبضة القوية للجيش المصري والشرطة المصرية كلمني حضرتك عن التعامل كيف جرت تعامل بهذه السرعة وتحديد الجناة والأغذب السقر وإحساسك كمصري في المقام الأول وعسكري طبعا من أبناء قوات المسلحة بهذه العملية أولا ما أشعر بالفخر والزهر لأنه عندنا قدرات قتالية كاملة قادرة من خلال رجالنا وأبطالنا وقدراتهم القتالية على أنها تحقق الاستقرار والأمن اللي دائما أبدا منطلقا من عقيدة قوية وثابتة على وهي النصر والشهادة كما بدأت بفورا لهذا الحديث اللي داشم والعلم به كان هناك منظومة من الجهات الأمنية المعنية والجهات العنصة القوات المصلحة المنفذة والشرطة من قلال قوات إنفاذ القانون ابتدت تجمع وبتدت فكرة منظومة المعلومات تكتمل بالكامل من كافة الجهات سبب إن كانت من الأجهزة المعنية معلوماتيا أو أيضا من خلال المواطنين من أبناء سيناء من السيطرة الإلكترونية اللي موجودة لدينا والتي تمتع بها وتتمتع بها قدراتنا القتالية وقدراتنا في السيطرة على أمننا القومي ابتدت فعلا تتوافر كل الشواهد على العناصر دي تحركت إزاي ووصلت هنا فين وبعد أن أنهت عملها الخسيس تجهت لي فين وتمت أعمال الرصد وتتبع بكافة الأجهزة المعنية ومن خلال السيطرة الإلكترونية على هذه العناصر إلى أن تم رصدهم متجمعين في المنزل على مسافة تقريبا كيلو أو كيلو ونص في أحد المناطق النائية البالقرب من الأكمين المستهدف وفعلا تم التعامل معهم من خلال البداية كانت تحذيرية ثم التعامل من خلال إطلاق الرصاص ردا على قيام هذه العناصر بإطلاق الرصاص وفق البيانة لأصدرت وزارة الداخلية في هذا الصدد أو في هذا الشأن وتم القضاء على 14 من هذه العناصر وجد معهم 14 يعني كله أحكام معه بندقية 14 بداية أهلية في مجموعة من العبوات 3 عبوات نسفة زائد حزامة نسفة حزامة نسفة وعبوات خلاف الحزامة النسفة أيضا يعني حزامين و3 عبوات العناصر دي كانت مجهزة نفسها بعدما تجمل العملية لاستهداف بعض المصالين اللي كانوا باعي يخرجوا من صالح العيد كان بعد القضاء على الكمين هيبتدوا ينتشروا ويعملوا حالة من الظعر يعني التنفينية لاستكمال العمل الإرهابي لازم تبقى الضربة مجاعة من وجهة نظرهم يعني ومؤثرة أيضا لأن فكرة تكفيف المنابع لأنها جدتها الدولة المصرية في البداية والقضاء على كل مصادر التمويل ومنع استقطاب عناصر جدد وتضييق الخناق على هذه العناصر الإرهابية وفعلا السيطرة الكاملة على تحركاتهم ومنعهم من التنفيذ بعض الأعمال ويمكن هنا فيه تأريد صدر من الهائة العامة للاستعلامات عن 2018 لعملات اللي بازال صدد وذكرت ونوهت فعلا عن حجم الأعمال اللي تمت خلال الصناعة المنصرمة ولو تسمح لي أقولهم لك بعجلة سريعة يعني 2014 كان عدد العمليات 222 عملية 2016 كان 199 عملية 2017 50 عملية 2018 8 عمليات من ضمنهم 5 عبوات بسيطة عبوات بدائية يعني 3 عملات رئيسية وخمسة من خلال عبوات بدائية بداية الصنع 2019 اللي احنا فيها دي عمليتين 2 فقط لغير والحمد لله دلالة على أنك انت جففت المنابع ضربت البنية التحتية استأصلت رؤوس الإرهاب وعناصر المنفذة الفاعلة المدربة القوية القادرة اللي هي عناصر الصوف الأولى وأصبح عندك العناصر الموجودة عناصر يعني إيه من الصوف الثانية والتالتة بعد أن قضيت بالكامل على الصوف الأولى وجوز كبير جدا من الصوف الثانية اللي فاضل بعض الفئران أو الزئاب المنفردة الفئران المنفردة باش زئاب الفئران المنفردة اللي بتحاول يعني تقول للمجتمعات الدولية والرأي العام العالمي والممولين والمساعدين لهم إنهم لسه على الساحة ممكن نفزوا أعمال فبالتالي يصل لهم مصادر من التواصل. ودليل على كده أن المعدلات بتنخفض انخفاض شديد جدا. النتاج يقول ده محددتك. نعدتها لك في حد مهمال. بالأرقام. بالأرقام والعمل. الحمد لله كنتوضح بأز الكلام. تمام. إضافة إلى أن أنت في 2018 تحديدا وفق التأرير برضو الأصدارات اللي هي العمل لاستعلامات. يمكن قضيت على تقريبا يعني 500 واحد من هذه العناصر القوية اللي هي العناصر الفعالة المؤثرة المدربة. اللي التي تجهز وتعد. اللي بتقود. اه بالقيادية. عناصر قيادية يعني. فبالتالي ده ربطون ضربة موجعة. كسرت البنية التحتية ليهم. ما بقاش عندهم بعض المصادر. جففت المنابع من خلال حتى التحركات سوية بانتجال جنوبة وانتجال غربي. اللي كان بتوصل إليهم. لإستعادة نشاطهم مرة تانية. فعلا وقفت وقفة حزمة وحصرت ومنعت تسلل أو تهريب أو وصول الأسلحة والمعدات والمفرقعات والمخدرات انت خمسة وعشرين مليون أرس حشيش يا فندم أو أرس ترمضون حضرتك ضبطهم خلال الفين وطمانتاشين خمسة وعشرين مليون. خلال العملية الشاملة سنة الفين وطمانتاشا تقريبا من ربعمائة خمسة وعشرين مزرعة خشخاش وافيون ومخدرات الف ستة وثمانين عربية محملة سؤال بكلب الأسلحة أو ببضاع المهربة أو بالزخائر أو بالمفرقعات يعني حضرتك عملت ضربات استباقية وحكام أمني غير عادي وسيطرة كاملة على الاتجاهاتك الاستراتيجية من خلال العملية الشاملة ومفهوم الكلمة العملية الشاملة لازم أوضحها وخصص الموضوع يعني واجب لهذا الكلام عملية الشاملة يعني كافة الاتجاهات الاستراتيجية تشتمل عليها كافة الأسلحة والعناصر من قوات المسلحة كافة أجهزة مؤسسات الدولة المعنية وغير معنية في هذا الإطار أو في هذا الصدد يبقى أنت كده في شمول العملية فيه تجانس فيه ربط فيه كل من يقوم بعمله وفق أدواته وفق حجم المتحلي من إمكانيات بتنسيق كامل بين كل الأطراف وكانت البداية حضرتك تعلم ونعلم جميعا قادة الموحدة شاري القناة صحيح فبدأت عملت ورصدت مبلغ مالي محترم 10 مليار جنيه مصري في البداية سواء كانت العمل التنمية أو العمل المكافحة فعلا أسست هذا الموضوع عملت منظومة معلومات متكاملة مترابطة بقى ما كانش كل واحد يشتغل في ويادي لا بالعكس بقى كله في التجاهة واحد تحت سيطرة فعلية واحدة وكانت دي نقطة الانطلاق للقضاء المضمون النهائي حقق لك إيه إنك إنت فعلا قدرت تسيطر على العناصر الإرهابية تسيطر على التحركات طب الناس دي عايزة تثبت إنها موجودة على الساحة عشان كده عمل العمل الخسيسي لفجر أمس نربط دقى دلالة التوقيت وأنا كنت لسه أتكلم على رمزية التوقيت الاختيار التوقيت 5 يونيو ده بيفكرنا طبعا بتاريخ يعني كلنا بنتألم لما نتذكره لـ 5 يونيو 67 أيضا مع تكبيرات العيد رمزية اختيار التوقيت والتاريخ كان عيد الغفران خد بال حضرتك إحنا ثلاثة وسائلين قد أخدنا عيد الغفران إحنا نهرف عيد كتوق عيد العيد الفطرة المبارك فإحنا مناسبة دينية هم دائما أبدا ما بيجوا في المناسبات الدينية أو القومية دينية أو قومية دينية أو قومية صحيح فأنت عندك دلالتين 5 يونيو 67 ومعلوم النكسة 67 عندك 5 يونيو 75 افتتاح قناة السويس عندك 5 يونيو 2017 وعزل قطر عربيا بعد المقاطعة العربية ففي أربع خمسة أحداث لهم ربط بينهم بعض عناصر دعمة وعناصر مقوضة يعني أنت فرحان عشان بداية العيد وعشان 5 يونيو وفتاح قناة السويس واستعادت الملحة مرة تانية فيها فأنت كمصري فرحان طيب العناصر التانية سواء قطر أو إسرائيل ما قطر أحد أحد المصادر أو مصادر التوميل الرئيسية لعناصر الرهابية عشان نقدر نخفي هذا الكلام ولا نتركه جانبا بالبالعكس لازم نأكد على كل ما نضلع فيه أو مول أو سند أو دعم أو ضرب أو سند أي أن كان الشكل هذه المسندة للجامعات الأدوية والأعمال التكفرية ونضع كله أمام نظرينا عشان نقدر فعلا حديدنا المرض نقدر نشوف العلاج إزاي واللي موجود ده ده نهايات طرفية لأطراف خارجية معادية لمصر فلازم نقطص هذه العناصر من جدورها ونقدر عليها كاملة تمام ونبقى بالمرصد لكل ما نحاول زعزعات استقرار وأمن مصر أعتقد هذا ما تم من أعمال خلال الفترة اللي فاتت أكيد كان يعني نقول عامل فاعل وعامل قوى جدا على الأخذ بالسقر السريع من هذه العناصر اللي قضاء عليها السريع في عملية ضربات استباقية من خلال ضرب استباقية كانت بيتم فيما سبق النهاردة فعلا عملنا عمل رصد وتتبع للعناصر دي وما كانت توجودها وفين هي وإذن فعلا نقض عليها ارتباطا ب كانوا بيحاولوا يزعزعوا هذا الكلام لو بصيت على عمليات سابقة قبل كده هتلاقي في رأس السنة يعني السيدة في كناية للإخوة المسيحيين عياده من نسبات دينية تلاتة وسبعين ستة أكتوبر قد بل حضرتك التوقيتات ستة أكتوبر رأسك عشر رمضان خمسة وعشرين أبنين يعني اختيار التواريخ ده لا يعني شعرت بطن ليه دلالة ليه دلالة دلالته كده ان هو عايز يوجعك تستشعر انت دايما أبدا انك انت ايه في حالة من المسيبرة لما انت تبقى فرحان وسعيد هم أغبياء ما بيتعلموش من دروس التاريخ يعني ما درسوش طبيعة الشرطة المصرية والجيش المصري اللي هو أصلا جزء من الشعب المصري ان ده بيزيدوا إصرار وتصميم والأخذ بالسقر ده موجود عندنا وعادتنا والأخذ بالسقر بيزيدنا شرف وكمان أولادنا بيزددوا تصميم تصميم وإصرار وإصرار على الأخذ بالسقر لكن النسيجة بتاعته انما كملت الست ساعات وحضرتك خط بتارك من العناصر اللي فيزيد العملية باجي لحضرتك بقى للمكان احنا كلمنا على المعدلات وانخفطها كلمنا على رمزية التاريخ واختيار التاريخ معين المكان اللي تم ضبط فيه العناصر الارهابية أو اللي هم تعودين يستخبوا فيها معرفة منهم ومتأكدين من عقيدة الجيش المصري انه لا يستهدف المدنيين ويحرص على حياة المدنيين فدائما بيستخبوا وسط المدنيين يعني كدروع بشرية وهم عارفين ان الجيش المصري جيش مختلف مختلف عن كل الجيوش ممكن ييجي على ولاده ولكن ما يجيش على واحد مدني حياة المسعيد الوضع الامني وشكل المنطقة هناك اللي تم ضبط فيه العناصر وتصفية العناصر الارهابية أولنا هو حياة المسعيد الأحد الأحياء الرئيسية في العريش وبالتالي وجنوب العريش تحديدا فبالتالي العناصر دي يعني فيه حياة مقتص بالسكان نامة التواجده هم في داخل هذا تخللوا هذا المكان انت بعملية المتابعة والرصد لهذه العناصر لما تخللوا هذا المكان كانت لازم تتوقف عند حد معين إلى أن تجمعوا في المكان مكان بعيد بعض الشيء عن أكبر تجمعات بشرية نلاحظ التنفيذ تم ازاي تنفيذ عملية المطاردة لهذه العناصر والقضاء عليها تم ازاي بيش استخدام قوات جوية كان كله بيستخدام قوات البرية عشان كده يبقى فيه رصد وتتبع وتنشين يعني بقى العملية عملية اقتناص ما بقيتش عملية ضرب ضرب مساحي سواء بالمدفعية أو بالقوات الجوية ضرب مساحي يعني بتدرب مساحة لا لا ده انت بتتهدفت حد معين النشان بيبقى على عنصر واحد على عنصر بزي وده برضو حفاظا على على أرواح المدنيين حضرتك طرحت بلوقتي هم كانوا تزراعوا بالمدنيين صحيح فهنا عندنا من الاحترافية كالمواطنين وعاقدتنا بتقولنا ان ايا كانت النتائج طالما تدخل مدني انت هتضره صحيح ده ممنوع احنا روح بنا آدم أو يعني عدم اعداد السخم فأي من المواطنين مأهلي من أهل سيناء ده هدف رئيسي بالنسبة لنا لان احنا ضمان حياتهم وضمان أرواحهم وضمان يعني أمنهم وسلمتهم دي مسئولية على عطق القوات المنفذة فبتالي بيتوقفوا ويحتاطوا الى ان فعلا يخرج هذه اسمعنا عشان كده اسمهم الفئران المنفاردة الى ان تخرج هذه الفئران من جحورها ويتم اقتناصها واستياطة تمام عاوز ارحل للاحظاتك مع نقطة تانية ويمكن من كم يوم كده يعني كل المصرين كانوا فرحانين جدا بالقبض على إرهابي خائن هشام العشماوي والمساعد بتاعه في عملية تدل او اتنين كانوا معاه في عملية تدل على التنسيق الامني القوي جدا وعلى الحفاظ على أبعاد الامن القومي والتنسيق مع دول مجورة تعتبر امن قومه مباشر زي سودان وليبيا القبض على هشام عشماوي عملية مخابراتية رائعة بنحيي فيها كل اجهزة المعلومات في مصر اعتقد اثار جنون كل الارهابيين فاعتقد ان هذه العملية بتأتي عاوزين يقولوا لمن يمولهم ومن يدفع لهم ومن يدعمهم ان احنا لسه موجودين توصيف حضرتك لما تم في عملية القبض على هشام عشماوي كصيد سمين لاجهزة المعلومات المصرية انا بطمن حضرتك وطمن الشعب المصري ان منذ القبض على هشام عشماوي عمال العمل المعلوماتي قائم عليه تأمينه كان مسؤولية مباشرة في اختار التعاون بين السلطات المصرية والسلطات الليبي ايضا في نفس التوقيت فكرة احضاره الى مصر من خلال طائرة عسكرية تواجدت منهم 15 ابريل في ليبيا واحضاره الى مصر ويمكن نويت قناة الجزيرة عنها وعن وجودها ويمكن ده كان احد الاسباب ان احنا نحضره بهذه الصورة وهذا الشكل ويصل لليبيا اكبر رأس في المخابرات المصرية عباس كامل ويحضره بنفسه فده دلالة على ان السيد سامين زي بحضتها اقترحت وده يعني يمكن احد مصادر المعلومات كنز معلومات غير عادي ممكن نحصل منه على الكثير من المعلومات او فعلا بالفعل عمل الاستباقية والضربات الاستباقية اللي تمت في جزء كبير جدا سواف كامل سينة يعني مجموعة من العملات تمت سواف الصالحية سواف كامل سينة كذا مرة تم مرض العمليات الارهابية فابتدنا فعلا نقلق مضاجع العناصر الارهابية الكامنة اللي كانت فكان لازم يبقى فيه ردد فعل ممكن نربط لتنين ببعض القبض على شام عشماوي من التنفيذ هذا العمل في هذا التوقيت ولكن هم معتادين على هذا الموضوع برضو بعض المواقع الاخبارية وبعض القنوات افرادت ان السفارة الامريكية صراحت ان في لمواطنيها انها حزرت انها حزرت مواطنها بعدم التواجد والحطيرات الامنية وهو ما كشفت ده شيء طبيعي الناس دي بتدرس الحال الامنية في البلد ومعروف ان منذ بداية من بعد يناير مباشرة ان كل المناسبات قومية او عياد بتحصل فيها بعض الاعمال الارهابية وده برضو لنا احنا كلنا كدرس احنا دائما عارفين ولكن عايزة وضح ان فكرة الزئاب المنفردة دي اللي بتنفذ اعمال الارهابية احنا ان الفئران افضل الفئران افضل الفئران المنفردة هي تنطبق عليها فعلا تنطبق عليهم الفئران لانه بيخرجوا من بحور يعملوا ضربتهم مرجعوا تاني جار ان بجعوا واشمع حاجة اوضيف كلمة الفئران القذرة بالزبط هذه الفئران فعلا يعني فقر مفخخ وجاي في اتجاهك لو ضربتوا بالنار كده كده هينفجر فيك لو قتلتوا يعني في النهاية هو اساسا ميت ميت فبالتالي في فجأة في بيوعة السخب فشيء طبيعي مفيش حاجة يعني انا بس بطم من اهلنا عصي في ناس بتحاول تقول ان هناك تقصير هناك مش عارف بعض التعبيرات فيديوهات مصربة فيديوهات مفابركة مفابركة بالكافية وهأكد لحضرتك ازاي هذا الكلام اولا فكرة انك تتكلم في جهازة سلكي وتتناول لهذا الموضوع ما بينك وما بين القيادة البعدك ما بيسمحاش حد مفيش ممكنة امكانية تسجيلها صحية دي نمرة واحد وبعد المعلوم معروف يعني اللي دخل الجيش وعارف هذا الكلام من ابناء الشعب البصري يعرى يعيق هذا الكلام جيدا فكرة الاتصال اللي سيت بين طرفين صحية يعني دخل خطط او كلام محدد كذا كذا يعني مفيش حد يقدر ينشرها ولا يعني يسجلها يسجلها ازاي يعني المسربة للأوضاع فيه فعلا عمل تمت في 2015 كانت شبيه بعض المنظر لم يجي مزجها بقى ويحطها لان العمل متشابه هذا استهداف كمين او نقدر ترتكاز وعايز اوضح النقطة دي ممكن حضرتك في البداية وضعنا عايزين نقول ايه فرق من الكمين احنا لسه معنا الحديث مستمر محاك لتوضيح كل أبعاد هذه العملية وانا بقول العملية الإجرامية ثم العملية الأكبر والأرقة والأجمل وهي الأغذ بالسقر الأغذ بالسقر هو طبيعة وعقيدة الجيش المصري الشريف قبل ما نطلع فاصل عاوز اوجه تحية للسقور المصرية لسقورنا اجهزة المخابرات الحربية والمخابرات العامة سقور مصر العون الصهرانة على امن هذا الوطن تحية اجلال واجبار واعزاز للشهداء مشهد رائع يثير الشجون شجون الوطنيين اللي بيحبوا البلد بجد اللي ما بيبحث عن شهرة ولا مكسب وهمي منظر هذا الخائن اللي خان بلده وخان دينه وفي قبضة السقور المصرية ورجنة اجلت القوات المسلحة المصرية واجهزة المعلومات واجهزة الاستخبارات بيخلي الواحد يشعر بعزة وفخر وبيأكد الكلام اللي قاله القائد الأعلى للقوات المسلحة لما أقسم ان الهيج على مصر بنفس التعبير هشيله من على وش الأرض فأعتقد ان احنا لما بنشوف هذا المشهد بنتأكد ان محدش أبدا جيه على مصر في خلال السبع ثمان سنوات العجاف اللي فاتوا ومش يتم القصص منه وكل حاجة بوقتها وليس كل كلام يعرف يقال وليس كل كلام يقال قد جاء أعوانه وليس كل كلام قد جاء أعوانه وقد حضر أهله سيدنا الإمام علي بن أبي طالب سادة اللواء عدل لعمدة المشهد أصار الشجون مرة ثانية طبعا عاوز تعليق من حداك قبل ما أدخل في النقطة الهمة اللي بعد كده أنا لما السيد الرئيس قال إطلخبط على هشام عشماوي أيوة يعني شوف درقية بقى والسمو والأخلاق بتاعت رئيس الجمهورية القائد لأعلى القوات المسلحة حينما يتناول أحد أبناء الدولة المصرية إطلت لخبط اللي خان قد يكون خان التحقيقات اللي هتقول خان يعني أنا بقول لحضرتك تخيل بقى هشوف عارفين كل ده أنا بتكلم على سمو أخلاق المواطن المصري اللي بيمثله رئيس الجمهورية لما يتناول عنصر خان وكلنا متأكدين من خيانته وكلنا متأكدين من وضعته وسفلته ودنفيزه لأعزين العملية يقارن ببطل زي أحمد المنسي والاتنين في واحد يعني ده دلالة على إيه اختراق العناصر دي ووصولها لعقلية المواطن المصري وتغييرها وتغيير هيكلها ده ده اسمه الغزو الفكري والثقافي صحية اللي بيحقق أهدف إيه الأهدف إنها إيه هدم الدول هدم الدول يبقى لصالح دول تانية أصحاب المصلحة اللي بيموله بيسنده يساعده اللي بيحاولوا يشككه في القدرات المصرية اللي بيحاولوا يشككه في الدولة المصرية أدواتهم إيه أدواتهم ما هي قدامكم ما هي هنجيبوه إن كنا ده حنكرمو ونعظموهم بالصرع سلاء التاني هنجيبوه حسب وقد كان جيبناه وحسبناه يبقى كل اللي قسر كوباية هيتحسب عليها صحيح إن ما كانش النهاردة هيبقى بكرة كل شيء بقوانه كل شيء بقوان بل الدلالة بتاعت المشهد اللي حضرتك طرحته الجزء التاني عندنا قدرات الحمد لله لدينا أزرعنا طويلة صحيح طيلة كل واحد فأنا ليه بقى أقول الكلمتين دوله عندنا أزرع طويلة وطيلة كل واحد بيحاول بس ما عاده هيجي إن شاء الله ويتنفس لأن فيه قنوات فضائية موجودة في دول إقليمية بتحاول توجد النفسها زعامة ومكانها على الساحة على حصال الدولة المصرية احتضنت هذه العناصر الخاربة وهذه العناصر بتاعت فعلا سواء تنشر فيديوهات وفبركة زي ما قلنا توصل معلومات مجذوبة ومغلوطة عن الدولة المصرية تحاول تصير القلاخل والدهو تحاول تقدر الصفق العام للشعب المصري تحاول توجد حالة من الإحباط حالة من اليأس حالة من القنوط حالة من عدم اليقين وعدم القناعة بالخدرة السياسية والقوات المصلاحة المصرية والدولة المصرية الكلام ده كله كان لازم يجابه وهيجي وقوانه والعناصر دي هتتحاسب زي ما جبنا الشام عشماء وحسبناه العناصر دي هتيجي ان شاء الله وهتتحاسب عشان كده بقول لهم لا تأمنوا لا تأمنوا الشعب المصري الشعب المصري هيجبكو وهيجبكو ويحقق معاكو ويحقق معاكو وهياخد حقه خير اجناد الارض باجي مع حدك لنقطة مهمة جدا وهي مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى بالإعلام البديل اللي ظهر في السنوات الأخيرة وكان هو التمهيد الأساسي لثورات ما يسمى بالربيع العرب ولكن هي الربيع العبري لان هي أضرت ولم تفيد وما يزننا يعني الغاية دلوقتي بنعاني من ويلتها مواقع التواصل الاجتماعي تم استخدامها بحرفية من قبل أجهزة مخابرات وكتائب ألكترونية قعدة مرة حرب نفسية مرة نشر شائعات ضد الدولة المصرية لأنها الدولة العصية الوحيدة في المنطقة اللي وقفة وسند طولها وبتحمي أمنها القومي وأمن إخوتها وشقاتها من الدول العربية كيف ترى دور مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع الترويج لبعض العملات الإرهابية وزي ما حيك قلت من شوية نشر بعض الفيديوهات المفبراكة وإحنا كلنا طبعا عارفين مع التكنولوجيا الحديثة بيحصل كل شيء أولا بيستندوا على الحقيقة ويحاول بقى هم يفلتروها ووظفوها لصالحه ولا تقربوا الصلاة حاجة سابت بس ما يقولش وأنتم سكار إنما هو يوصل لك اللي هو عايزه بعد ولا تقربوا الصلاة اللي هي الحقيقة الدامغة واللي موجودة في القرآن الكريم فعلا ياخد بنفس الولية بنفس الاسلوب يعني أنا بقصد بنفس الطريقة بيقدر يشتغل على كده طيب فكرة بقى أنه هو يحاول يعني يستفيد من أي حدث أيا كان شكله ويحاول يوظفه لصالحه ده اللي بيحصل حادث موجود في 2015 مشابه سواء في مصر أو في سوريا أو 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 وممكن شوفنا بعض اللقطات في أيام الهجرة غير مشروعة لما يجب لك بقى أطفال على الشواطئ دي كانت دي في سوريا المشاهد دي في سوريا يما يجب على أنه في مصر أو أطفال أطفال تضارب تأصليش على اختراقها أو تضرب مدانين في سينة أي أحداث يحاول يعني تستسير الرأي العام وتستسير الشعب المصري ما الاستصار يعني إيه حالة من عدم الاستقرار طيب أنا عايز أكتر من كده يعني كعدل مصر عايز أكتر من حالة من عدم الاستقرار أو عمل لخبطة ما هي اللخبطة دي حالة عدم الاستقرار طيب لما فكرت في هذا الموضوع مش هتفكر بقى لا في غزة ولا في فلسطين ولا في القدس ولا في الجولان ولا هتفكر في الخليج العرض والسيطرة الإيرانية ومحاولة أيمنة إيران على الخليج العربي مش هتفكر على التركيا ومزاعمها واختراقاتها وهداف المصالحة اللي عايزة على حساب الأمن القوام العربي مش هتفكر في الكلام ده كله ولا هتفكر في قطر كدولة دويلة صغيرة عايزة تمدد من نفسها عايزة تعزز من نفسها حق النجاح وحق إنجاز ففكرة إنه هو يوصلك لخطة إشغال تنشغل بيها من خلال تواجدك في وطنك أو في أرضك بموضوعات فرعية وتفهى وغير صحيحة ومن خلال معلومات مغزوبة أو فيديوهات مفبركة ده الهدف منه هو يعني استقطابك لاتجاه لكي يحقق هو أغراضه حالة من عدم استقراره للبلبلة في المجتمع خلاص انت انشغلت بيها كمواطن وكداولة وكمؤسسات عشان تجيبها فبالتالي تترك الحدل على الغارب ليه هو يرتع كيفما شاء لتحقيق هدفه وتحقيق مصالحه ده الهدف الرئيسي من هذا الموضوع فكرة زائد إنه انت بقيه النهاردة حالة الإحباط حالة الإحباط اللي هتنتابك من هذا الموضوع عدم القناعة انت مش مقتنع بالقاعدة السياسية ولا بالدولة ولا بالحكومة هتنفذ لها شغل هتنفذ لصالح الدولة شغل بل بالعكس تبقى دايما ناقم محبط دايما انتاج مفيش ما انت مش تنتج ما عندكش الوعز ولا القدرة ولا الإرادة ولا الإصرار عنك تنتج فدمرك نفسيا ما بقدش تحرك في الاتجاه الصحيح لبناء الدولة المصرية بل بالعكس انت بتبقى عامل هدف حتى وانت خامل لو انت ما نفسش اي شيء فوجودك بحد ذاته كعب على الدولة ولا يس في صالح الدولة فهي حقات نجاحات بتوصيل الرسائل المغلوطة والمجذوبة بحالة الاحباط اللي هتصلك بحالة غسيل المخ وغسيل الدماغ واستقطابك لمناطق قتل هو بيستهدفوك بيها كدولة مصرية ده هدف رئيسي دي الالية الجديدة للحرب لانه هو ايقن تماما ان بعد تلاتة وسرعين صراع مسلح ما فيش وبينك خلاص انا عرفت حجم وعرفت حجمك انت قادر عليها اقل الامكانيات لانك ان عامل خط برليف عامل خط سويس عامل كل انجازات دي كلها وانت حضرتك تغلبت على كل الكلام دي وحقاته وعشان كده خبرائهم يا فندم قالوا ان نظرية هدم الدول من الداخل يعني الحرب والمباشرة زي ما حاجم تقول خلاص بعد تلاتة وسابعين لا اتغيرت الفكرة لا احنا انحارب من جوا نوقع نحاول نوقع الدولة من دخيلها بأدواتها بأدواتها اللي عبر عنه سيد الرئيس في احد المؤتمرات في المنام وكان عن الامر وقال لك محاولة ضرب الدول الوطنية الدولة الوطنية دولة الوطنية دولة الوطنية دولة الوطنية فده هو اللي بحاول يعملوه فاحنا من خلال القناة محاياك عاوزين برضو نحذر من حكاية ان الناس يعني ما تشيرش حاجة وخلاص ولا تنقل حاجة وخلاص الا بعد ان تتيقن وتتأكد من صحة هذه المعلومات من مصادرها الرسمية فيما يخص الجيش المصري والشرطة المصرية المدنية المتحدث عسكري أو بيان رسمي من وزارة الداخلية غير كده ما نتصرعش لان في مشكلة حصلة في السنوات الاخيرة فان هي مشكلة نفسية عند بعض الناس انه عاوز يظهر بمظهر ولازم نصرح نفسنا بمظهر مهم ان اللي هو عرف الخبر في الاول فبيشيره هو بيشير حاجة ضر بلده وليس مصدر فخر ان انت اول واحد قلت الخبر ما هو خبر ده برضو ايه مشكلة البحث عن الخبر الاكيد او الصبق الصحفي اشكالية احنا مدرسة التلفزيون المصري ايه مدرسة رصينة رصينة اتأكد اتأخر شوية لكن عندما ازيق خبر اشياء على يقين اه فدي مشكلة بقى احنا عاوزين رسالة محاكة للناس اللي عاديين بالعشرين ساعة طبعا هي سيغة مبالغة بس بيقعدوا ساعات طويلة على موقع التواصل الاجتماعي ويشير اي حاجة لا تسقب السفينة اللي انت راكبها انت حضرتك ما انت عندكش الوعي والادراك بالمشا لعندك المعلومة وسقفك حدودك فانت ما عندكش اي تفاصيل للموضوع صحيح اذا انا ارتكن الى ايه بقى المعلومات المضللة المجذوبة المغلوطة اللي بيصدرها لهو اللي بيحاول يملكها الكوباة الفضية قبل ما تيعيش انشربانا منها وفعلا انسق وراه ودمر الدولة وحقق مصالحه واهدافه لا انا عندي القدرة وعند الواعز وعند الوازع اللي يخليني اكون وانا بتكلم اتكلم عن قناعة قناعة تتأثنين المصدر الرسمي المصدر الرسمي حينما يطرح الموضوع يبقى ده أنا هنا انشغال صح استمى الى ما يطرحه المصدر الرسمي اعمل عقلي في الآخر ومحاول يصدره للتحقي w marshalah ما فيش حاجة ببلاش صحيح ما متبقىش انت التمن ما فيش حاجة ببلاش على حسابك انت. ما تبقاش انت في ايضا اللي تخرم السفينة اللي احنا راجبينها. لا بالعكس. تسيخ تماما ما حدش هسيبك تعمل كده. فما تساهمش انت في هزا الموضوع حتى فواله في الخفاء. ما تنشرش السواد. ما تنشرش السلبيات دونما ادراك. صحيح. اللي بدون ان تقدم حلول. سمن في الاجابات زي ما انت عايز. ما حدش قالك حاجة. اطرح. واجهة نظرك في الاجابيات. لكن في السلبيات تعال هنتكلم بقى بواقعية. ده اللي بيسمى النقد الموضوع او النقد البناء. بالزبط. انت بتنتقد شيء بس الدين البدائل. الدين البدائل. ما تحطينيش كده وتقولي شده غلط ده غلط ده غلط ده غلط. لا يا عمي تب الصح ايه من وجهة نظرك. ان كنت انت مدرك او عندك خلفية او عندك الثقافة او عندك القليل اتحقق اطرح. قول. انا بقول لك شحاجة. قول اللي انت عايزه. عندك ابتكارية جديدة. يمكن لسه الاكاديمية الوطنية لتعليل الشرور للقيادة. منزلها للاعمار من من تلاتين لخمسة واربعين. اللي عنده فكرة تثمين لها ده الموضوع. اهلنا سهلا بيه. يقدم في الاكاديمية ويطرح هذه الفكرة. لتطوير للتسهدات. يعني اذا الموضوع بقى مختلف تماما. وانتين ده الزهر المشهد ده لو حضرتك العيسة. اثناء تأمين المؤتمر العالمي بتاع الشباب اللي كان في شرم الشيخ. ايوة. لما كان السيد الرئيس يعني يركب دراجته لأثناء الترايض في الصباح. وفي فجر احد الايام وصل الكمين اللي مدخل للشرم الشيخ. والتقى الزابط المجند. سأل الزابط على السؤال اللي حضرتك تفتكره. سأل المجند الاول احوالك واسرتك وهتخلص امت وكده. سأل الزابط انت شايف ممكن نعمل ايه. شوف القادة الاعلى للقوات المسلحة بيكلم مين. اقل ردة في القادة المسلحة اللي ردد الملازم. كان ملازم ساعاته. شوف عشان نعرف انت ايه اللي شايفه. اللي موجود في الارض وفي الشارع وفي الساحة. اعارف مدرك حجم التحدث تهدات اللي بتقابله. فلما يطرح افكاره وشوفه جتتزره. هل منرفزها بالنسباله ولا انت عايزين. انت في الخيار ده. لما القادة الاعلى يسأل ده. نعرف الدولة المصرية ماشي هزيان. وده بفكرنا يا فندم بانتصار 73 فكرة الساتر الترابي وهدمه بالخراطيم المية جات من زابط احتياط. كان احتياط في الوقت ده. زابط مهندس بالزبط. يعني جاية برضه. شوفها في السد العالم. جاية من ردب وسطى. والقيادات العليا تلقتها. خلاص الموضوع خمام وتنفس بيو. ده عظمت. وستة واخد بالك عبدتك ان ما كنا محتاجين ستة وسببين قمبلة زرية عشان نقدر نعمل صغرات في المانا. لكن الفكرة. النهاردة بشوقت مية من القناة. بشوقت مية. فعلا ده مية من القناة. وترمبا قدرنا نعمل الصغرات دي. يعني شي كده لا تستهيد بافكار الشباب صحيح. عشان كده الدولة المصرية النهاردة مضية بهذا الاتجاه. وهذا الاتجاه لا لا تسخ تمامنا فاندم الفكرة النهاردة ان احنا يجب كلنا ان نكون على قلب رجل واحد نقدم ما هو جديد لصالح الدولة المصرية صحيح. ونكون على قدر من الوعي والفهم. وننتقي الفاظنا ودائما بنقول ان المؤمن مؤمن يعني انوان دينه. المسلم بيعبر عن اسلامه وعن دينه وعن الدين الوسطي باخلاقياته وبتصرفاته المسيحي بيعبر عن دينه باخلاقياته وتصرفاته مش انا معصوم من الخطأ. ما فيش حد معصوم من الخطأ. وده يمكن اللي قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في احتفال وزارة الاوقاف بليلة القدر في حضور فضيلة الامام الاجبر سيد الامام الدكتور احمد الطيب وفي حضور القيادات الدينية وزير الاوقاف وفضيلة المفتي وقال أن اللفظ الحسن وأنك تعبر عن دينك بأخلاقياتك هنخرج دلوقتي عزيزي المشاهدين نشوف رجال الدين الإسلامي والمسيحي بيقولوا إيه عن الشهداء لما بنتكلم عن الشهداء بنقول حبات لقلق يعني لا حصرة لها يمكن من بداية حرب الاستنزاف و73 لازم نتذكر مجموعة زهبية ونذكرهم بكل الخير وإحنا بنتكلم على الشهداء لما تكلم على أقبر أو أقوى مجموعة قتالية في الوقت ده أو للمجموعة 39 قتال بقيادة أمير الشهداء سادة العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي اللي استشهد وبندوقيته في إيده بعد ما كبد العدو الإسرائيلي يعني خسائر فادحة حبات اللقلق مستمرة وصولا وليس نهاية طبعا بالشهيد المنسي ورام حسنين سادة العقيد الشهيد رام حسنين اللي كان قائد الكتيبة قبل الشهيد أحمد المنسي والمغربي وغيرهم وغيرهم وصولا إلى عمر القاضي الملازم أول بالشرطة المصرية الحديث يطول عنها أولئي الشهداء برجع لضيفي الكريم سادة اللي وقر كان حرب مهندس عادل العمدة ونحن نتحدث عن الشهداء سادتك خدمت في قوات مسلحة ولك ابن ضابط شرطة إحساسك بابنك هو في الخدمة وانت بتشوف شهداء كل يوم أنا عاوز هنا الأب بقى روح الأب والمقاتل السابق الذي خدم في قوات المسلحة المصرية بتوصب إيه بتقوله إيه لا هو أولا الالتزام بالتعليمات والأوامر توكل على الله من المؤمنين رجالهم صدقوا ما عادوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومن بدلوا تبديله صدق الله العظيم أولا ثقة وقناعة في الله سبحانه وتعالى إن أي واحد فينا له لحظة يعني إن أتت ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى فلازم تكون راجل ما تبقاش غير كده فده الـ لازم تكون راجل بتقوله كده لازم كده إن كنتش راجل يعني ربنا خلقنا رجالا وفي وطن يعني يتمتع بهذه الميزة وهذه الصفة لازم فعلا المسئولية لها قدرها وعشان كده أنا بناشد كل أب وكل أم وكل مسئول يتعامل مع أبناؤه من هذا المنطلق الإحساس بقيمة الرجل الشهيد أحمد المنسي رفض إن أبناؤه يعني أولا فيه تدريبات للزحف والرؤود وكده لا منع صحيح منع فكرة الرؤود لك فيش مقاتل لا ننحني إلا لله سبحانه وتعالى ولا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى فبالتالي يمكن ده كان بيوصل للجنود لو فيه ضابط إدى لك أمر قوله دورني مكتب للعقيدة أحمد المنسي يعني دي دي عقدتنا ودي قوتنا يعني كان حتى تدريب صحيح زعف عشان تتخلص من الموانع يعني فيه إجراءات كده تتعمل أنت متدرب عليها ولكن حناء لله سبحانه وتعالى صحيح لازم يكون عندنا هذا القدر لازم يكون نقابل ربنا سبحانه وتعالى فعلا وإحنا على قدر هذه المسؤولية الجزء الثاني اللي عايز نشد بالمسؤولين إنه فعلا كل من هو قائب أو متابع إنه فعلا يحافظ على كرامة هذا الإنسان يدعم روحه المعنوية ويرتقي لأن الإرادة والعزيمة والسلدة القوية هي اللي بتحارب وهي اللي بتحقق النصر وهي اللي بتحقق النتاج الإيجابية ربنا يحفظه لك ويحميه زي كل أبناء مصر من المجندين والصف والضباط والقادة اللي هم بيحموا عارين هذا الوطن وبيخلونا نعيش في أمن وأمان من ضمن الحاجات اللي عاوزين نصححها برضو من خلال هذا اللقاء وهي انتشرت برضو على وسائل التواصل الاجتماع وفي خلط بينها ومن خلال خبرة حقيقة وجودك معايا عاوزين نصحح او نفهم بعض السادة المشاهدين اللي عندهم اللابس في هذا الموضوع الفرق بين الكمين ونقطة الارتكاز لان فيه ناس كتير بتخلط بينهم ويمكن صار كلام كتير جدا في الأيام الأخيرة هو الكمين لازم بقى مستتر اسمه كمين يكمن لشيء يعني ده مستتر لكن قتل ارتكاز السابت المنتشر دي على الطرق وعلى المفارق الطرق وفي الأماكن الحيوية ده أماكن ظهرة فنبقاش كمين ده نقطة الارتكاز إما سابت يا متحرك يعني يتحرك لمكان لفترة معينة وقعد فيها ساعة ساعتين تبقى للخطة المرصودة ليه ثم ينتقل لنقطة أخرى إذا متحرك ويزبط متحرك ويزبط كمين سابت أو متحرك ما سموش كبه اسمه نقتتر ترتكاز سابتة أو متحرك الكمين بقى اللي هو ايه بتتخفى وتستطر في الظلال فيه 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 اي ان كان الشكل لغاية ام ايه ترصد اللي انت مستهدفه الهدف اللي انت عايز تيجيبه وتقتنسه سواء بالأبضع ليه او ده اسمه الكمين اللي موجود في الشوارع في الشوارع المصرية الدرجة على انه يكون كمين ليه لان دايما دي بيوقف العربيات يخرج من الخارجين على القانون يتم الأبضع عليهم وكذا او يكشف عن المخدرات او ما شابه فدرجة الكلمة كمين لكن هو مش كمين تواجد في الشوارع وده ده اسمه ايه نقطة ارتكاز موجودة امنية لصالح تحقيق الامن والاستقرار داخل المجتمع المصر ده الفرق البسيط جدا اللي ما بين نقطة الارتكاز السابتة او المتحركة اللي بيتنفذها ابناءنا من الاندارة الشلطة المدينية وابناء قوات المسلحة من خلال دوريات او 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 ما شابه والكمين اللي هو المفترض ان هو بقى مستتر للاستهداف بعض العناصر الخارجة عن القانون توضيح ده مهم جدا يا فنم لانه كان احيانا بيعمل لابسة مع بعض الناس ويتم استغلاله خطأ وعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يمكن ان سؤالي الاخير لحضرتك برضو بيأتي في اطار ما درسناه ولنا الفخر ان احنا ندرس عام كامل في اكاديمية ناصر عسكرة والكل العليا وشرف لي ووسام على صدري ان احمل درجة الزمالة وهو فخر مصدر فخر كنا بنتعلم في اكاديمية ناصر عن واسازتنا علمونا دوائر الامن القوم المصري ويمكن من اهم دوائر الامن القوم المصري الدائرة العربية والامن القومي المباشر ويمكن تكلمت معك من شوية على السودان وليبيا رؤية حضرتك للتنصيق الحالي اللي شايفينه بين مصر كمحور الارتكاز والليبيا والسودان واعتقد ان الزيارة الاخيرة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق اول عبدالفتاح البرهون وتعبيرات الوجه برهنت على كتير برهنت على كتير برضو التنصيق الكامل مع الجيش الوطني الليبي بيقول كلام كتير تفضل اولا الامن القوم المباشر بيننا وبين ليبيا والسودان ارتبطا بايه لانه ده مباشر حدود جار غربي جار جنوبي الاثنين ده اليابس الوحيد اللي في الخريطة المصرية فالاثنين جسد واحد يعني مصر بعنقها الجنوبي لغاية القرنة الافريقي طالما ما فيش اي موانع يعني ارض ممتدة وممبسطة وصل لغاية هناك دي كلها ارض ايه واحدة فلو حصلت مشكلة هنا هتجد بتنعكس بالسلبة على اللي هنا او بالاجاب اي ان كان طالما ما في مشكلة حصلت في مكان بتنعكس باثارها اي ان كان اثارها ايه على جمهورية مصر العربية اي ان كان اي مشكلة في السودان بتنعكس على المصر ومباشرة عشان كده سميناء امن مباشر نفس الكلام ينطبق على ليبيا جار مباشر جسد واحد ايضا مفيش عوازي ولا موانع يعني السلوم وتبرق الاتنين جنب بعض فاي جزء هنا مفيش اي ايه خلق يبقى اذا الامتداد الطبيعة بتاع الامن القومي المباشر في ليبيا والسودان يعكس علينا فكرة وجوب التنسيق الدائم المستمر بين مصر وليبيا والسودان ادي جزء الاولان الجزء التاني يتعلق بالدوار اللي حضرتك طرحتها دوار الامن القومي العرف احد الاسباب الرئيسية اللي ما حدث بالامس من وجهة نظري في خطاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمتين سأكد القمة العربية او القمة الاسلامية طرح بمالاق مجالا للشك وبنقاط حازمة واكيد الطرح المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية العودة الى حدود ما قبل 67 اربعة يونيا القدس الشرقية عاصمة للفلسطين في محددات رئيسية وثوابت في مبادرات موضرة عربية في قمة بيروت 2002 طرحناها واضطرحت فيها هذه المسلمات وهذه التأكيدات كان لازم ايضا تطرح في هذا الموضوع يبقى انا انا حددت وقلت وجهة مظر مصر وقلت ما يتردد في هذا الصدد اذا لكان لازم مصر يقالها في ردة فعلة من الآخر عليها من اصحاب المصالح في محطنا الاقليمي دائرتنا العربية بعروفين بس كده هم عايزين يعملوا يعني لقاء طيب مع حضرتك بنسعد دائما بي اعتقد ان احنا وضحنا نقاط كثيرة جدا لعقيدة القوات المسلحة المصرية جيش المصري الشريف والشرطة المصرية المدنية بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء اركان حرب مهندس عادل العمدة المستشار باكاديمية نصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية شرفتنا ونورتنا نافذ شكرا جدا يمكن في النهاية عزيز المشاهدين عوزان اللي حضرتكم مش هتشوفته امس يعني كان فيه مناسبة وقد تقابلت فيها مع بعض العظماء من ابناء مصر من رفاق امير الشهداء ابراهيم الرفاعي اللي هو محي نوح ورفاقه ومن ابطال المجموعة 39 قتال فلفت نظري وهي كانت مناسبة يعني مناسبة عزاء لفت نظري ان هم لابسين البدل المدنية بتاعتهم هم متقاعدين وعني ربنا ادهم العمر وهم رحين مناسبة عزاء فخر كل واحد فيهم قصة كبيرة جدا تعمل عنها قصص وروايات وافلام قدوة لكل الاجيال السابقة كل التحية لابطلنا الكبار ابناء الجيش المصر الشريف والشرطة المصرية الشريفة اوزغتم وقول ان يعني بالحديث اللي دايما بنتذكره في كل هزي المناسبات عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله تحرص عرين هذا الوطن ودائما بختم وبقول عاشت مصر عزيزة امنة مستقرة والله الموفق والمستعان وما تخافوش ابدا على مصر لان مصر فيها رجالة تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة